قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط بريت ماك جورج وصل للقاهرة لإجراء مناقشات جدية للتوصل لهدنة إنسانية في غزة وبحث إطلاق سراح المحتجزين وأضاف كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستدعم بالتأكيد هدنة إنسانية أطول وأشار إلى أن ماك جورج سيناقش أيضا خلال جولته بعدد من دول المنطقة تقييما للعمليات العسكرية الإسرائيلية ولجهود حماية المدنيين الفلسطينيين وأضح كيربي أن البيت الأبيض لا يريد تقليص أراضي غزة بأي شكل من الأشكال